سلام عليكم قبل ما نبدي حط لايك للفيديو اشترك بالقناة فعل الجرس حتى يوصل لك كل شي جديد وايضا سوي مشاركة للمنشور لأصدقائك حتى تعمل فائدة طبعا محافظين عننا عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين بعد محافظة واسط محافظة واسط عطلت الدوام يوم الاثنين ومحافظة كربلا بعدها تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل بمناسبة ذكرى النصف من شعبان المبارك وهو مولد الإمام المهدي عليه السلام وعجل الله تعالى فرجه باستثناء الدوار الخدمية والأمنية طبعا محافظة واسط تستثني التربية من عطلة النصف من شعبان من أجل إكمال الامتحانات يعني طلاب محافظة واسط عطلة صح عطلة الدوام لكن تستثني التربية من العطلة يعني الطلاب محافظة واسط يرحون يمتحنون امتحاناتهم بشكل طبيعي ما عدهم أي عطلة العطلة تشمل جميع الدوار باستثناء طبعا الدوار الخدمية والأمنية وأيضا طلاب المدارس يعني التربية طلاب المدارس يدامون وممشمولين بالعطلة ومحافظة كربلا في الحد الآن بعد ما علمت شي ما قالت بخصوص التربية في الحد الآن يعني محافظة كربلا عدهم التربية أيضا مع عطلة فعنده إعلان أي محافظة أن تعطينا الدوام راح نزلها عني لكم بالقناة أول بأول أتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله اشتركوا في القناة